أنا بعتقد الحريري لن يعتذر حتى لما قال الوزير جبران باسيل أنه لا أنا ما معي خبر شو هي مبادرة الرئيس بره العالم كله بتعرف شو يعني انكتبت المبادرة ونحكي عنه وكل شي طبعا الرئيس بره كبير نرفض من هذا الموضوع لأنه معه علم طبعا معه علم يعني معناته في موقف يعني شو كان عم يعمل جبران باسيل في موقف عن جبران باسيل أول شي بده يخلص من الحريري هاي أول شغلة اثنان مع الحريري أو بدون الحريري لن تتغير شروط جبران باسيل المؤيدي من رئيس الجمهورية الواقع هون بقولها بتحفظ وبدون تعمد الإيذاء تحت تأثير ما بدي أقول سيطرة تحت تأثير عبقرية الوزير جبران باسيل بده حكومة يعني حتى حليفه اللي هو حزب الله حتى حليفه ما عاد مؤمنا بكفاءته وبعقله الاستراتيجي حليفه ما في شي بتدلع هيك يعني حتى وقت اللي عندما يتعثر الوزير جبران باسيل بيطلع سمحة السيد بيعمله رافع يرجع ويقيه من الوقوع يعني أو من الانزلاق يعني أولا حزب الله ما بيقدر يتخلى عن حليف مسيحي الآن رغم الضعف اللي أصابوا بهذه المرحلة الاثنين حزب الله بيقول انه وهون بيعتقد عم يبيلغ شوي بس انه ما انه استراتيجي الوزير باسيل ولكن العماد عون استراتيجي هذا موقف بيقال لأنه عمليا العماد عون وقت بالمفاصل الصعبة ما بيقول لا لحزب الله وبيتفقوا وبيمشي الحال وبيعد جبران باسيل على جنة بس بكل الأحوال ما بيق يعني الحزب شو قال لما طلع السيد حسن آخر مرة وأنا وضحت يمكن بمقال بس فطلع قبل مزيج جبران باسيل رمى الكرة بالكامل بملعب حزب الله وقال احنا عم نقبل باللي بيقبل فيه سبيحة السيد وهي دي اعتبر البعض مفخخة طبعا مفخخة مش بس مفخخة رد علي السيد حسن نصر الله بشكل كتير مهزد بشكل كتير مهزد انه انت عم بيقله انا موضحة يمكن مبارح او اليوم ما بعرض انه انت بالنهاية مش حجمك مثل حجم حزب الله اللي هو قوة عسكرية وسياسية اولى في لبنان وقوة عسكرية مهمة في الاقليم وعنده كل هالانجازات انت ما فيك تقبل اللي بيقبله ولا فيك تقبل اللي بدك ينتقله انه انا وياك انت فصله انا بالبس بالنهاية نحن عم بيقله نحن لسنا متساوين هاي القصة الاساسية والكلام اللي قايله انا اليوم يعبر مية بالمية عن فكر الحزب بهذا الموضوع واللي ما قري مظبوط خلي يرجع يقري مظبوط لحتى يشوف كيف بيفكر بيعتبر مع الاسف حزب الله هلا طبعا بيزعله الحزب بس انا بالنهاية عندي صداقات مع الكل وانا بحكي الامور بصراحة بتهزيم حزب الله عنده خيبة امل من الطيار الوطني الحر مش عم نحكي ميشيل عون جبران بسيل من ميل وحتى بكادرات الطيار الوطني الحر انه مواقف عالية ومواقف قد ما بدك عالية وعيات وشيات وتشد وتصلب اما عمليا ما في فكر ما في فكر استراتيجي يعني طبعا بالمقارنة بينن وبين حزب الله فيه هو وفيه فرق كبير بين القدرات الاستراتيجية ما عم بحكي عن السلاح القدرات الاستراتيجية التخطيطية المجموعات الوزير جبران بسيل يعني فيه مجموعات بالحزب تخلت حتى عن رئيس ميشيل عون رغم قرابطة منه وانا مرة شفت حلقة عندك هون مع ابن دخيه لجنرال نعيم نعم طيب الكلام اذا هوده اللي هن عصب هذا الطيار اذا هوده ما عادوا قادرين يتحملوا الخفة والمصلحية وغياب العقل استراتيجي والتخطيط في الطيار الوطني الحر كيف بده يقبل الحزب ولكن الحزب بهذا الموضوع مش انه مضطر لانه ما عنده حدا اخر بس بالاخر ما بيقدر يغير بالمعركة ما بتغيري انت الاحصنة مش عم يقول انه لا ما معروف وضع التحالف معروف يعني حتى الورقة لمن اهتزت بقيت حاجة ليش لانه يعني اليوم خلينا نقول السلوغان العريض يلي متكل عليه طيار الوطني الحر بالنسبة لحزب الله انه حزب الله هو بحاجة لانك حليف مسيحي قوي مضطر يواجه فيه الغرب عظيم ولكن هذا الحليف المسيحي القوي اولا لم يعد قويا وبسبب جبران وبسبب تغذية الرئيس عون للوزير جبران باسيل اتنين طبعا ما بيقدر يغير حزب الله الان لانه الفريق المسيحي يعني يحتاج الى فريق مسيحي ما بيقدر حزب الله بالنهاية وعنده شريك بالثنائية الشيعية اكيد ما رح يتخله عن بعضهم ولكن فيه تمايز بالسياسة الداخلية كتير وبكتير امور اعمق من هيك هلأ ما فيه مصلحة ولكن اذا انت بتخلى عن شريكك او حليفك المسيحي وشريكك الشيعي الاخر فيه كتير امور متميزة بينك وبينه حتى بالجوهر ولكن المصلحة المذهبية لانه البلد هيدا مذهبي وطائفي تفرض عليكم البقاء واحدا الى يوم الدين او الى يوم بيصير فيه نظام جديد بلبنان متفق عليها بين كل اللبنانيين لذلك وعند المسيحيين اذا شلت طيار الوطني الحر لا حزب الله فتح على القوات اللبنانية بالسابق كان يرفض مع انه بعتقد بالسابق كان ما عنده مانع القوات يصير فيه حكية بين الاثنين هلأ القوات راحت ابعد بكتير صحيح ولذلك ما قالوا مصلحة حزب الله يفتح معه بده يخلي الامور مثل ما هي ماشي لن يعطي يعني فيه شي خطر معه بين تبهوله المسيحية ولا بين تبهوله الباقيين شو هو تمسك بساعة حريري مدابل حزب الله ليش اولا مش مغرومي فيه ثانيا هو ابن الرئيس الحريري وهو تبنى الاتهام انه انتوا قتلتوا رفيق الحريري طيب هن شايفين اكيد هن وصلنا بشكل عام يعني هاي قصة تاريخية ما في شي كتير ود ولكن هن ما بدون يفوتوا بصدام سني شيعي وهن بيعرفوا منذ بدء هذا التحالف وتحديدا منذ لما سبع ايار وما بعد سبع ايار كان دائما يعني حتى العماد عون كان بعده رئيس طيار الوطني الحر مصر رئي جمهوري كان دائما يدفع باتجاه تسوية المشكل مع السنة بالقمع مثل ما صار بسبع ايار ومن كان يرفض ذلك حزب الله حزب الله لانه حزب الله بالاخر بيعرف انه الحرب مع السنة اولا بتنهي البلد وبتنهي السنة وبتنهيه لانه بالنهاية المنطقة كلها سنية وبيصير هو يستدرج الى فخ ما بيعرف فما بده يفوت بهذا الفخ كل اللي عم يعملوا الوزير جمران باسيل لاش قال له السيد حسن انه بالنهاية يعني التلت المعطل ما نحن وياكم نعمل التلت المعطل كنت راضي فيه لاش هلأ ما بقى راضي فيه بدك 12 مسيحي او بدك المسيحيين كلهم معناته انت عندك هدف اخر هدف السيد حسن وحزب الله من التمسك بالحريري وهيضا امر بيعرفوه السنة وبيعرفوه رؤساء الحكومات السابقين شو الهدف موافقين عليه الهدف انه رفض اي اشتباك امني وعسكري بين السنة والشيعة بيخسروا اتنينهم فيه ولبنان بيخسروا وما بعرف اذا بيستفيدوا مراهزون 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 اشتركوا في القناة